وإلى البرصة المصرية حيث تباينت المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الإسبوع وخسر رأس المال السوقي مليار وخمسمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659 مليار وسبعمائة مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكترسي بنسبة 76 من الماء في الماء ليغلق عند مستوى 10 ألاف وسبع نقاط بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكترسي بنسبة 54 من الماء في الماء ليغلق عند مستوى 1735 نقطة والصعيد المؤشر اي جي اكترسي بنسبة 45 من الماء في الماء ليغلق عند مستوى 2680 نقاط وللمزيد مشاهدين من المتابعة والتحليل بتنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال رانيا الجنزي أهلا بحضرتك في البداية وكيف تقيمين أداء البورصة اليوم أهلا بحضرتك يا فنم احنا شايفين أداء البورصة وفوق المال في انخفض مستمر من الأول جاءحة كرانا لغاية النهاردة يعني التأثيرات مازالت مستمرها وبالذات بعد بالأخص طبعا بعد 24 فبراير والأزمة الروسية الأوكرانية سوء المصري يعني دير قادر على التعايف في الفترة الحالية يمكن قرارات زيادة أسعار الفايدة 2% وصدور الشهادات 14% و15% لأجل يعتبر متواصل ثلاث سنوات ممكن ده يكون لي أثر يعني تلبي على سوء المال لأن احنا بنقول إنه يعمل على إزاحة الاستثمارات في سوء المال لأن سوء المال محفظ بالمخاطر أكتر طبعا من الإداعات والودائع البنجية فإحنا شايفين مثلا مؤشر الرئيسي إيجي أكتر في وده اللي بيتحكم فيه مسبة ليرة جدا من التعاملات الأجانب والعرب هو يعني حدث فيه أكثر يعني انخفاضا من يعني أغلب المؤشرات الأخرى بنتكلم إنه هو تقريبا قرب من العشر ثلاث نقطة بنتكلم إنه إحنا كنا 18 ألف نقطة قبل كده في 2018 لما جينا حررنا سعر الصال بنتكلم إنه هو كان قبل كافيت كان عامل 14 ألف نقطة لما بنتكلم إنه هو في حدود عشر ثلاث نقطة بنحكم على رأس المال السوقي اللي هو برضو كان فوق الـ 800 مليار كان 836 مليار وأصبح 659 مليار فبنقول إنه يعني الإنخفاضات دي كانت سببها الأزمات العالمية والتحول إلى بقى إيه زيادة أسعار الفايدة طبعا نتاج التضخم العالمي اللي موجود في أسواق العالم جميعا ولكن بعض الأسواق قد تتعافى أسرع من السوق المصري إحنا شايفين إن السوق السعودي مثلا مخافض سوق داون جونز مخافض ولكن هم حدث فيهم ارتفاعات تاريخية وفتراق الاقتنون تاريخية فبالتالي كانت عملية التصحيح فيهم أقل حدة من التصحيح في السوق المصري اللي بيصحح من المتصحح أصلا حضرتك ذكرت برضو يا فندم إنه EGX70 حدث في ارتفاع اليوم وEGX100 حدث في ارتفاع EGX100 هو نتاج جمع الثلاثين والسبعين ولكن بتساوي الأوزان لأن الثلاثين هنا أثر عليه مؤشر أثر عليه سهم موجود في قطاع الدنوب يحتلل نسبة 32% من المؤشر وبالتالي حدث في السهم دا انخفاض على مدار السنة وخلال جلسة اليوم وخصوصا في جلسة المزاد اللي بنهاية الجلسة اللي غيرت طبعا أسعار السهم دا اللي بيأثر فيه بنسبة كبيرة ولكن المية هو الأوسع نطاقا فبيقرأ 70 وبيقرأ 30 بصورة أوضح شوية محدث في ارتفاع النهاردة حدود 54% ولكن لو هنفقط الكلام دا على سنة مثلا من التداولات هنلاحظ إن المؤشر المية مقفض أصلا 19 يعني أكثر من 19 نقطة 19 قد 86% على مدار السنة فبنتكلم إنه حتى لو فيه ارتفاع فهو ارتفاع طفيف جدا وبيجنب السهم اللي هو في قطاع البنوك اللي هو أكثر استحواز على المؤشر خلينا نتكلم برضو على البنك اللي حدث فيه انفادات وعلى الشركة كانت تابعة لي وهي في القطاع المالي غير مصرفي يعني دا كان في القطاع المالي حدث فيه انخفاض كبير جدا لكن الشركة الأرتفاع المالي غير المصرفي حدث فيها ارتفاع بنسبة 11% تقريبا فبنتكلم إن فيه تفاوض في الارتفاعات والانخفاضات خلال جلسة اليوم وأعتقد الغالبية العظمى كانت للأفراد ولكن برضو المؤسسات المصرية إحنا شكفين أداءها النهاردة مثلا في السوق كان فيه تناوج وكان فيه شكهم ونصفة لأننا احنا في الأغلب في الفترة الأخيرة كنا بنشوف تعاملات الأفراد يعني بتتجاوز 80% من التعاملات اليومية ولكن تعاملات المؤسسات النهاردة على الأسهم فقط بدون جمع الأسهم والسندات كانت تقريبا 37.58% وكانت الأفراد نصبها 62.5% يعني خبيرة أسواق المال رانيا الجندي شكرا على كل هذه التفاصيل